من درعة وأنتقل إلى مرسلنا يوسف الدوس إذن يوسف سمعت ما قاله أبو أوس حول عدد المباني الكبير الذي سيطر عليه النظام وحوله إلى منشآت عسكرية الآن استحدثنا عن درعة تحديدا ما هي هل ما زال هناك أي منشآت مدنية ما زالت تعمل في درعة مثل دائرة النفوس أو غيرها من هذه الدوائر نعم يا رنا تحية لك وللمشاهدين الكرام حول الموضوع هذا حينما قام النظام باحتلال المؤسسات الخدمية وركز حولها حواجزه وحولها إلى ثكنات عسكرية تم تدمير ما يزيد عن 70% من هذه الخدمات وناقش هذا الموضوع مع ضيفي وهو نبراس الحوراني ناشط ألامي مرحبا بك سيد نبراس أهلا بسلام عليكم بداية ما هو السبب وراء احتلال النظام لهذه المؤسسات الخدمية طبعا بالبداية رحمل الشهداء والحرية المعتقلين والشفاء العاجل للجرحة حاول النظام من بداية الثورة السورية أن يحكم السيطرة على المؤسسات الخدمية والمؤسسات الدولة لأسباب عدة السبب الرئيس في ذلك حاول النظام من خلال وضع الحواجز وجعلها ثكنات عسكرية أن يظهر للعالم بداية أنه هو المسيطر والقادر على تقديم الخدمات رغم تصاعد الأحداث ورغم نشوب المعارك ثانيها قد تكون أسباب عسكرية فقد جعل النظام من بعض المؤسسات ثكنات عسكرية ونصب عليه الحواجز مستقلا بذلك ارتفاعها وفي بعض أحيان جعل من هذه المؤسسات الحكومية مستودعات للذخيرة وفي بعض أحيان تجاوز ذلك بأن يجعلها مقرات للاعتقال وزاد في الانتهاكات أيضا بأن تعدى على المؤسسة الدينية في المساجد فقام بتدمير كثير من المساجد حتى أنه في بعض الأحيان المؤسسات الخارج عن سيطرته يقوم بضربها ليبين للعالم أن من يقوم بذلك هم الجيش الحر أو المعارضة في حين أن المؤسسات التي تحت يده هي قوية وما زالت تقدم الخدمات للمواطنين هل ما زالت هذه المؤسسات التي تقدم الخدمات موجودة في المعطق المحررة؟ طبعا هي موجودة بعد انسحاب النظام منها في بعض الأحيان النظام انسحب منها فقامت المعارضة بإعادة تأهيلها فمثلا نضرب مثالا أهمها كان الصوامع الصوامع كان يسيطر عليه النظام وينصب عليها القناصة وكانت بطرق محورية يفصل بين منطقتين هامتين في محافظة الدرعة فالمعارضة عندما سيطرت عليها استطاعت تأهيلها من جديد ومثلها كثير من المؤسسات الحكومية منها مولدات الكهرباء ومحطات كهرباء وغيرها من المحطات التي كان يسيطر عليه النظام هل هناك نسبة كبيرة منها مدمر مازال مدمر لم يتم استصلاحه من قبل المعارضة طبعا في بعض الأحيان في بعض المناطق يوجد فيها مثلا محطات كهرباء كانت تغذي قسم كبير من المحافظة فنتيجة الاستهداف الذي كان يقوم به النظام بشكل مباشر وبشكل مستمر لم نستطع بسبب تكلفتها العالية أن نعيد تأهيلها من جديد في حين أن ما قدرنا على تأهيله من جديد فهو الآن يعمل لخدمة المواطنين ونحن دائما نسعى لأن نعيد تأهيل كل المؤسسات التي كانت تحت سيطرة النظام نعم سيد نبراس أسألك عن المناطق التي يسيطر عليها النظام ما زال يسيطر عليها النظام هل هناك مؤسسات خدمية ما زالت تقوم بعملها أم أيضا ما زالت الحواجز حول هذه المؤسسات طبعا المسيطر عليها النظام ما زالت تقوم بواجبة كما ذكرت قبل قليل يحاول أن يظهر للعالم أنه ما زال هو القوي فمثلا في المدينة هناك كثير من المؤسسات التي تحت سيطرة منها المؤسسة التعليمية ومنها مؤسسة الكهرباء ومنها مؤسسة الهاتف حتى نذكر حادثة قبل شهر وهي ضرب الكبل الرئيسي للأنترنت حاول النظام جاهدا وبخلال فترة قصيرة إعادة خدمة الأنترنت لأهميتها أما المناطق التي خارج عن سيطرته فلا يهمه ذلك فيحاول ضربها ليبين للعالم أن المعارضة هي التي تقوم بتخريب هذه المؤسسة نعم طيب سيد نبراس يوسف ما كتفي بهذا القدر كنت تسمعني يوسف لأن وقتنا انتهى للأسف هل تكفي جميع الخدمات التي تقدمها المواطنين في المناطق المحرارة؟ طبعا لا تكفي هي تسد شيئا من رمق المواطنين الموجودين في هذه المناطق نعم شكرا 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 نعم ميرنا إليك شكرا يوسف الدوس مراسلنا من درعا وأيضا نشكر ضيفك من هناك بهذا نأتي إلى ختام جولة الرابعة مشاهدينا قبل الختام نذكركم بعنوين ملفاتنا لليوم شكرا